بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق يا جمعين اللهم آمين اليوم سوف يكون موضوع الفيديو أحبائي في الله هو تفسير رؤية المركب في المنام سوف نتعرف معنا على الدلالات المختلفة والمتنوعة لرؤية المركب في المنام سوف نتعرف على الرؤى التي تحمل الخير والرؤى التي قد يكون بها الشر والبداية مع تفسير رؤية ركوب المركب رؤية ركوب المركب في المنام ثم تغرق المركب من الرؤى غير محمودة لأن تلك الرؤية بإشارة أن صاحب المنام سوف يتعرض لأزمات وتخبطات واصل فتستمر تلك الأزمات فترة ولكن عليه أن يتحلى بالصبر حتى يستطيع تتجاوز تلك الأزمات وسوف يكون الله بعونه بإذن الله وفي حالة إذا ما رأى الشخص صاحب المنام مركب تقف على الشاطئ أو اليابسة فإن تمحمودة لأن تلك الرؤية قد يكون بها إشارة وإنذار لصاحب المنام أنه قد يقع في محنة والله أعلى وأعلم ولكن في حالة إذا ما رأى الشخص في منامه المركب تتحرج بطريقة هادئة ويستمتع بها الرأي فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى المحمودة الجيدة التي تضل على قدوم الفرج لصاحب المنام ورؤية المركب والاستمتاع بها للمريض أيضا يكون من الرؤى المحمودة الجيدة التي تبشره بالشفاء القريب بإذن الله واسترداد العافية والله أعلى وأعلم وفي حالة إذا ما رأى الشاب الأعزب في منامه أنه يقوم بشراء مركب فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى المحمودة الجيدة تلك الرؤية تكون دلالة وإشارة على قرب زواج ذلك الشاب بإذن الله ولكن في حالة إذا ما رأى الشاب نفسه في المنام يقوم بحرق أو تدمير مركب فإن تلك الرؤية تكون بها إشارة ودلالة إن الشاب صاحب المنام سوف ينجو من شيء ما كان لطلام حذر منه وفي حالة إذا ما رأى الشاب الأعزب في منامه المركب تجري به في اليابسة فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى غير محمودة لإن تلك الرؤية تكون بها إشارة لأكثر من أمر قد تكون تلك الرؤية بها إشارة إن صاحب المنام سوف يمرض أو سوف يسافر لمكان بعيد وذلك لإن المركب يجري في اليابسة والأمر الطبيعي أو الصحيح أن يكون المركب في الماء هكذا نكون قد صردنا عليكم أعزائي متابعي القناة أهم دلالات وتفسيرات رؤية المركب في المنام عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته